السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم سيكون الاختبار التراكمي رقم 6 للصف السادس الابتدائي الفصل السابع للفصل الدراسي الثالث نبدأ بحل القسم الأول اختيار من متعدد اختر الإجابة الصحيحة إذا مشى طلال ثلاثة ونصف كيلو متر يوم الجمعة واثنين وربع كيلو متر يوم السبت وواحد وثلاثين كيلو متر يوم الأحد فكم كيلو مترا مشى طلال في الأيام الثلاثة في البداية طبعا راح نجمع الأعداد الصحيحة ثلاثة زائد اثنين زائد واحد يساوي ستة ثم بعد ذلك نقوم بجمع الكسور نص زائد اثنين على ثلاثة زائد الربع المضاعف المشترك الأصغر للأعداد اثنين وثلاثة وأربع هو اطناش فنضرب هذا في ستة ضرب ستة نضرب في أربعة والاثنين في الأربعة الاربعة في الثلاثة والواحد في الثلاثة ونقوم بعملية الجمع ستة ضرب واحد ستة زائد اثنين ضرب اربعة ثمانية زائد واحد ضرب ثلاثة ثلاثة الجميع بيكون على اطناش ستة زائد ثمانية زائد ثلاثة يساوي سباطعش على اطناش كسر غير فعلي سباطعش ناقص اطناش يساوي نقول لي واحد ويبقى خمسة على اطناش احنا قلنا مجموعة هذه الاعداد ثلاثة زائد اثنين زائد واحد ستة زائد واحد سبعة فبيكون عندي سبعة وناخذ الجزء الكسري خمسة على اطناش اذا الإجابة هي با السؤال الثاني ما مساحة مستطيل طوله ستة وثلثين سانتي متر وعرضه اربعة وخمس سانتي نضرب الطول ضرب العرض لإيجاد المساحة اربعة وخمس ضرب ستة وثلثين نحولها إلى كسر غير فعلي اربعة في خمسة عشرين زائد واحد واحد وعشرين على خمسة ضرب ستة في ثلاثة ستة في ثلاثة ثمنطاش زائد اثنين عشرين على ثلاثة رح نبسط واحد وعشرين واحد وعشرين قسمة ثلاثة أو بالتبسيط على ثلاثة فيها واحد على ثلاثة فيها سبعة على خمسة فيها واحد على خمسة أربعة يبقى عندي سبعة ضرب أربعة يساوي ثمانية وعشرين إذن الإجابة هي ألف سؤال ثلاثة جبر إذا كانت الألف تساوي ستة على سبعة والباء اثنين على ثلاثة فأوجد ألف ناقص باء نقول له ستة على سبعة ناقص اثنين على ثلاثة قبل عملية الطرح لابد أن يكون المقامات متساوية نضرب هدف ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب سبعة ضرب سبعة يصبح لدينا ثلاثة في ستة ثمنطعش ناقص اثنين في سبعة أرباطعش على واحد وعشرين ثمنطعش ناقص أرباطعش أربعة على واحد وعشرين أبسط صورة إذن الإجابة هي جيم سؤال أربعة إذا كانت النسبة بين عدد الشاحنات إلى عدد السيارات الصغيرة في أحد المواقف هي اثنين إلى خمسة فما عدد السيارات الصغيرة إذا كانت عدد الشاحنات عشر سين إذن اثنين ضرب خمسة يعطين عشرة فلابد أن نضرب الخمسة أيضا في الخمسة لإيجاد عدد السيارات الصغيرة إذن نقول لأسين تساوي خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرين إذن الإجابة هي جيم ننتقل الآن إلى سؤال خمسة ما ناتج أربعة على تسعة قسمة اثنين على خمسة عشر طبعا قسمة الكسور نقدر نحولها إلى الضرب العدد الأول كما هو ثم نحول القسمة إلى ضرب ونأتي بالمعكوس الضربي بدل اثنين على خمسة عشر نحولنا الآن القسمة إلى ضرب نكتب خمسة عشر على اثنين نبسط على اثنين واحد على اثنين اثنين على ثلاثة ثلاثة على ثلاثة خمسة يصير عندي اثنين ضرب خمسة عشر على ثلاثة كم ثلاثة موجودة في العشرة؟ ثلاثة ويبقى واحد على ثلاثة أيضا الإجابة هي دال سؤال ستة أفاض مائتين وسبعين حاجا من عرفات إلى مزدلفة راكبين ست حافلات ما نسبة الحافلات إلى عدد الحجيج؟ طبعا راح نقول لها طبعا الحافلات هي هذه ستة إلى كم؟ ستة إلى مائتين وسبعين إذا بسطناهم بالقسمة على ستة يصبح لدينا واحد على خمسة واربعين إذن الإجابة هي ألف سؤال سبعة أكمل جدول النسبة أدناها لتجد عدد أجهزة الحاسوب المخصصة لسبعة وعشرين طالب أولا بإمكاني على طول مباشرة نطلع الناتج ثلاثة ضرب كم يعطيني سبعة وعشرين؟ قل له ثلاثة ضرب تسعة ولابد أن نضرب الأثنين عدد الأجهزة أيضا في كم؟ في تسعة ثلين ضرب تسعة يساوي ثمنتعاش إذن الإجابة هي ثمنتعاش سؤال ثمانية نسبة الكرات البنية إلى اللون إلى الصفراء في سلة تساوي اثنين إلى خمسة أي مما يتي يبين عدد العدد الممكن للكرات البنية والكرات الصفراء في السلة طبعا لو أخذنا مثلا ألف ألف اثنين ضرب ستة اثنين خمسة ضرب ستة ثلاثين إذن هذه هي الإجابة الصحيحة لأنه نضرب في ستة ويعطيني أو نقسم اثنين على ستة والثلاثين على ستة ترجع لي النسبة اثنين إلى خمسة الإجابة هي ألف سؤال تسعة أي من البداية الآتية يبين طريقة مكافية لسعر البطاطس سعر البطاطس أربعة كيلو خمسة عشر ريال هذا هو طبعا عندي مثلا الدال صارت ثمانية كيلو الأربعة ضرب اثنين والخمسة عشر ضرب اثنين يعطيني ثمانية إلى ثلاثين إذن دال هي الصحيحة سؤال عشرة يوجد مرشد لكل اثنى عشر كشافا في المخيم الكشفي إذا كان في المخيم مئة وستة وخمسين كشافا فما التناسب الذي يمكنك استعماله لإيجاد عدد المرشحين سين؟ نقول لي واحد مرشد لكل اثنى عشر كشاف إذن عدد الكشافين في الأسفل هنا عطلني مئة وستة وخمسين كشاف نكتبه في الأسفل وقيمة السين تكون في الأعلى إذن الإجابة هي جيم الإجابة جيم السؤال الحادي عشر ما ناتج سبعة على اثنائش زائد واحد على اثنائش المقامات متشابهة تبقى كما هي سبعة زائد واحد ثمانية نبسطها لأبسط صورة بالقسم على أربعة ثنين على أربعة على اثنائش ثلاثة إذن الإجابة هي با ننتقل الآن إلى القسم الثاني أجب عن السؤالين الآتين الإجابة القصيرة معدل تسجيل طلال للركلات الترجيحية التي يسددها هو أربعة أهداف من خمس ركلات أربعة إلى خمسة فما عدد الأهداف عدد الأهداف يكون سين التي يمكن أن يسجلها طلال من عشرين ركلة نقول لها طبعا خمسة ضرب كم يعطين عشرين خمسة ضرب أربعة إذن هنا بيكون أيضا أربعة ضرب أربعة إذن السين تساوي عدد الأهداف أربعة ضرب أربعة يساوي ستعش هدف السؤال الثالث عشر بلغت نسبة المواليد الدكور إلى الإناث في إحدى المستشفيات لهذا العام سبعة إلى ستة تقريبا أوجد العدد التقريبي للمواليد الإناث في شهر شوال طبعا الإناث سين إذا كان عدد المواليد الدكور ألف و اثنين وتسعين طبعا راح نقول له للإيجاد نضرب ضرب تبادلي ستة ضرب ألف وثنين وتسعين على سبعة إذا ضربنا طبعا وقسمنا على سبعة بيكون الناتج تسعمائة وستة وثلاثين مولود للإناث القسم الثالث الإجابة المطولة أجب عن السؤال الآتي موضحا خطوات الحل رتب طلاب الصف السادس خمسة واربعين كتابا في المكتبة في تسعين دقيقة اكتب تناسبا لتجد الوقت الذي يحتاج إليه الصف لترتيب مئة وعشرين كتاب نقول له طبعا خمسة واربعين كتابا في تسعين دقيقة فكم هذه ألف الآن فكم الوقت الذي يحتاج إليه الصف لترتيب مئة وعشرين كتاب إذن عدد الكتب تكون في الأعلى وهنا بيكون سين بقى كم ساعة يحتاج إليه الصف لترتيب مئة وعشرين كتاب يعني نحل هذا السؤال طبعا نبسط الخمسة واربعين مع التسعة واربعين على خمسة واربعين واحد على خمسة واربعين اثنين يساوي نقول له طبعا مئة وعشرين على سين نضرب طبعا واحد ضرب مئة وعشرين يعطين مئة وعشرين لازم نضرب الاثنين أيضا ضرب مئة وعشرين إذن قيمة السين هذه فقرة باء ساوي 2 ضرب 120 نقولها طبعا 240 دقيقة 240 دقيقة تساوي 4 ساعات بالقسمة على 60 فقرة جيم والأخيرة إذن خفض معدل ترتيب الكتب إلى 30 كتابا في 90 دقيقة يعني 30 على 90 فما الوقت الذي يحتاج إليه الطلاب لترتيب 120 كتاب أيضا الوقت نشيل الصفر مع الصفر صير 3 على 9 3 على 9 نبسطها 1 على 3 يساوي 120 على سين إذن السين تساوي 3 ضرب 120 يساوي 360 دقيقة طبعا هذا هو المعدل أو الوقت طبعا نقدر نحوله إلى ساعات بيستغرق 9 ساعات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته